بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحابته الإجماعين أعزائي وعزيزتي المتابعين والمتابعات المشاهدين والمشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حصة جديدة من حصة الامتحانات والمواضيع الحصة للغة العربية المستويات البتدائية مرحبا بكم طولنا عليكم واحدة غيبة طويلة بزف نظرا لكم في الحصة السابقة نظرا لظروف العمل ولظروف خاصة كذلك مرحبا بكم مجددا المشتركين اللي كيتبعونا واللي كيتبعو المحتوى دينا يعني كنتطلب منكم يعني فضلا وليس أمرا أنكم تدعمونا بالاشتراكات تدعمونا بالإعجاب بشكة أن القناة تعاود تطلع من جديد لأنه كما كتعرفوا الخوارزميات دياليوتيوب يعني مني كتغفل على القناة وحد المدة يعني ما كتبقاش أنها كتطلع للمشاهدين والمتابعين إذن كنتطلب من المشاهدين ديالي والمتابعين ديالي أنهم يديروا الإعجاب ويشك أن القناة تعود يعني تطلع من جديد وتفعل يكون عندها واحد لإقبال من جديد وكنتشكركم جزيل الشكر إذن أنا كنت يعني في تقريبا واحد الأسبوع كنت أعطيت واحد لنموذج ديال اللغة العربية للمستوى الرابع ابتدائي وهو اختبار أو فرض الثالث في مدة اللغة العربية الدورة الثانية يعني المرحلة الثالثة إذن كما العادة عندي كما قريت قريت النص النص هو هذا سأعود نقرأه بعد نجاوبه على الأسينة إن شاء الله إذن تبعوا معي الناس اللي مهتمين الوليدات والأمعات والآباء زرت إحدى الضيعات الفلاحية المعروفة بإنتاج الفرولة الفرولة هنا هي التوت الأرضي فأخذني صاحب الضيعة للقيام بجولة داخلها لمعرفة مختلف أنشطتها ومرافقها حيث وجدنا العمالة يجنون حبات الفرولة بينما تقوم العاملات بجمع ما سقط على الأرض من أجل ملئ الصناديق بعد أن تملأ الصناديق ينقل جزء من المنتوج إلى المصانع المحلية لصنع المربع أما الجزء المتبقي فيشحن إلى باقي المدني المغربية إذن أول سؤال ضع عنوانا مناسبا للنص إذن بعدما قرنا النص سوف نعطيه واحد العنوان مناسب كما كتعرفوا داروا رخصكم تعطيه العنوان يكون هو جامع لمعنى النص أو لمضمون النص إذن ممكن نقوله هنا مثلا نكتبه هنا حقول حقول الفراولة حقول الفراولة نكتبه هنا مثلا حقول حقول الفراولة ولا نزيده هنا مثلا ضيعات ضيعات الفراولة ضيعات الفراولة يعني كعنوان مناسب ما المنتوج الذي يتحدث عنه النص إذن المنتوجة لكتبونه بجملة مفيدة المنتوج هذا هو الجواب المنتوج الذي يتحدث عنه النص هو الفراولة ما دور العمال في هذه الضيعات شوفوا معايا هنا غرج عن النص عندي هنا حيث وجدنا العمال يجنون حبات الفراولة إذن العمال نكتبه هنا العمال يجنون ولا يقومون بجني الفراولة يجنون الفراولة يجنون الفراولة نجاوبه بجواب دقيقي إلى أين يشحن باقي المنتوج شوفوا معايا هنا ينقلوا جزءه من المنتوج إلى المصانين المحلية للصنع المربع أما الجزء المتبقي إذن هنا كانت تحتوه إلى الجزء المتبقي إذن يشحن باقي المنتوج سوف نكتبه هنا يشحن باقي المنتوج يشحن باقي المنتوج إلى إلى باقي باقي المدن المغربية باقي المدن المغربية ثم السؤال الخامس مدالينا أشكل العبارة التي تحتها خط في النص إذن هنا في النص رأى شكل النص كامل ندوز السؤال السادس تخرج من نص فعل مضارعا مبنيا للمجهول نعود ونخرج واحد الفعل مضارعا مبنيا المجهول نقرأ ونزرت وإحدى الضيعة الفلاحية المعروفة بإنتاج فارولا فأخذني صاحب الضيعة للقيام بجولة داخلها لمعرفة مختلف أنشطتها ومرافقها حيث وجدنا العمل يجنون حبات الفارولا بينما تقوم العاملات بجميع ما سقط على الأرض من أجل ملء الصناديق بعد أن تملأ إذن عندي هنا تملأ إذن أنا نكتب هنا تملأ هذا فعل مضارع مبنيا للمجهول كذلك راحضوا معي هني عندي هنا يون قالوا نكتبوها تهي هنا يقالوا لي غير فعل واحد وأنا نكتب هنا يجوج بشك أي جواب اللي قدرتها سيكون صحيح من المنتوج إلى المنزل الصناديق أما الجزء المتبقي فيشحنه كذلك لدينا يشحنه انت يكفي تدير واحد أو انت يكفي تدير جواب واحد فعل واحد ورك الجواب صحيح يشحنه إلى باقي المدن المغربية إذن هذا كله ممكن يتعلق بفهم المقرؤ لأسئلة لفهم المقرؤ سوف نمشي الآن المكون للتراكيب سطر على نائب الفاعل في الجملة التالية إذن كتعرفوا بأنه عندما يبنى الفعل إلى المجهول المجهول هنا داخل واحد جملة الفاعل يغيب يغيب الفاعل ويعود المفعول به ويصبح هو نائب الفاعل شوفوا معي هنا الجملة الأولى حورثة الأرض إذن حورثة الأرض هنا نائب الفاعل هي الأرض هذه ترتحت منها تحصد المحاصيل الزراعية صيفا إذن تحصد المحاصيل هي نائب الفاعل لأن هذا الأفعال بجوج مبنياً للمجهول ثانياً وكملوا الجمل بما ينقصها من فاعل مع الشكل هنا يعني هذا الجمل نقصها الفاعل إذن أنا سأكمل كل جملة بفاعل مناسب يغيب أن يكون الفاعل مناسب ونشكله لأعلاج لأن الفاعل يكون مرفوع يزرع الحبوبة هل يقول لك يزرع الحبوب؟ هنا الفلاح ببساطة نقول يزرع الفلاح يزرع الفلاح ها هو مرفوع الفاعل يكون دائماً مرفوع حبوبة يزخرف صيوانا يزخرف يزخرف الفنان الفنان الصيوانا أو ممكن نقول هنا الصانع التقليدي نقول يزخرف الصانع الصيوانا يزرع معرض الفلاحات هنا شكل غير يزرع يكون السائح يزور السائح أو الفلاح الفلاح سيبشي المعرض الفلاحة لكي يشري شيء آلة فلاحية ولا نقول السائح السائح أو الفلاح بحل بحل سائح المعرض الفلاحات كما تلاحظون هنا الفاعل هنا الفاعل هنا مرفوع هنا مرفوع لأن الفاعل يكون دائماً مرفوع سأroح سأذهب بالسؤال رقم ثلاثة إتي بجملتين فعليتين تتضمن فاعلا ضميرا الجوش ديال الجمال غيكون الفاعل فيها ضمير يعني إما يكون ضمير مستطيل ولا يكون ضمير مطاصل يوجد الفاعل نولا غيكون فيها ضمير متصل والجملة الثانية غيكون فيها ضمير مستطيل الفاعل ضمير متصل بمعنى أشعور نقوله مثلا مثلا زر تو معريضة معريض الفلاحة مثلا كمثال فقط الفلاحة ما الذي يهمني هنا؟ يهمني هذا الزرط ما سأصدر على هذا الزرير رأي الفاعل هنا يضمر متصل هذه تسمى المتحركة وممكن نقوله مثلا نعطيك اقتراح خور نقوله مثلا قرأنا القراءة قرأنا القراءة كمثال فقط ما الذي يهمني في هذه الجملة هو هدنا هدنا هدي هو ضمر متصل يندل على الفاعل هنا إذن هنا قرأنا القراءة وهنا زرت معريض الفلاحات هذا سنرى الحالة التي يكون فيها الفاعل ضمر مستتر نقوله مثلا ضمر مستتر نقوله مثلا دخل 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 إلى القسم إلى أفوا نقوله هنا يدخل إلى القسم القسم ما الذي سيكون دخل القسم هو التلميذ أو الأستاذ إذن هنا يدخل رضمر دخل والفاعل هنا ضمر مستتر رابعا أعريب الجملة التالية إذن هنا لإعراب حارثة سنكتب هنا حارثة حارثة إذن حارثة سنقوله هذا رفعل فعل ماض مبني على مبني على الفتح من قام بالفعل هو الفلاح إذن نكتب هنا الفلاح هو الفاعل فلاح فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم رحى الضم الظاهرة على آخره الظاهرة على آخره الأرض من وقع عليه الفعل هو الأرض وبالتالي ستكون هي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة الظاهرة على آخره الفتحة الظاهرة على آخره سننجد الآن السؤال الموالي في التراكيب بجملة فعلية يكون فيها المفعول به ضميرا يخصلك المفعول به ضمير إذن المفعول به ضمير سنقول مثلا قرأت الكتاب سنقول هنا قرأته 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 كتلاحظوا معي هنا هنا قرأته تهنية هي ضمير متصل والفاعل والها تعود على الكتاب قرأت الكتاب قرأته إذن هذا هو المفعول به روى ضمير متصل عنده الآن دابل المكون صرف التحويل شنو عندي وحيط الضمائر المتصلة في كل اسم أو فعل أو حرف في مكان ضمير ضمير المتصلة سنحط بخط وجدت نفسها تحمل عشقا للمسرح لاحظوا معي هنا ها ها روى ضمير متصل شاركنا في مهرجان المسرح المدرسي كل شارك هي نحن هذه تدل على الفاعل وهو ضمير متصل تؤدي دورها ضمير باقتدار بعدما تمرنت عليه كذلك لها ضمير متصل انتم كتعرفوا بأن الضمير متصل ممكن تصل بحرف ولا تصل باسم ولا تصل بفعل نظمت مدرستنا زيارة إلى معرض مدينة مكراس الفلاح نظمت مدرستنا ناهنا كذلك رهو ضمير متصل تصل باسم ثانيا شوفوا معي ثانيا سؤالتان يحول إلى المبني للمجهول جمل تالية سقى المزارع الأشجار إذن نحول الفعل المبني المجهول كما نقول القاعدة يغيب الفاعل ويعوض نائب الفاعل وهنفعل به هو الأشجار هو اللي يعوض المزارع إذن ساق المزارع الأشجار سقية الأشجار سقية الأش 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 أعراد نائب الفاعل هو الأش يحرط الفلاح الأرض تحرثو 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 الارض الارض هنا يا هو نائب الفاعل علج الطبيب المريضة عوليجة عوليجة رضبن هنا يا الفعل علجة روى اجوى فدن الالف غتحول العوليجة المريضة ويصبح هو نائب الفاعل بعدما كان هو نفعل به علجة المريض يفتح سمير الباب يفتح يفتح الباب يفتح الباب الباب صبح هو نائب الفاعل السؤال الموالي عندي شنو هو تالتا احول الجملة التالية انت فنان متميز مصرحيتك ناجحة المثنان المذكر هنقول انتما فنانان متميزان مصرحيتك ناجحة الجمعة المؤنات هنقول هنا يا انتنا فنانات متميزات مصرحيتك ناجحات اذا هنا بقى لنا الاملاء وبقى لنا المكون ديال التعبير الكتابي بش ما نطولش عليكم الفيديو غادي ان شاء الله نخصو لهم واحد الحصة مقبيلة تبعوا معايا ان شاء الله الحصة الجاية يعني غدا ان شاء الله غادي نديرو لها التصحيح نخصو لهات الحصة للاملاء والتعبير الكتابي كيف شكرا لكم متابعي ومتابعات القناة النافذة التليمية اشتركوا في القناة فعلوا زر الجرس والتنبيهات باش يوصلكم الجديد ديالنا ضغطوا على زر الاعجاب باش هكا انها القناة تعاود تعاود اطلع من جديد لانها القناة طحت بزاف قاش فيها المشاهدات بزاف نظرا انا انا غبت عليها بزاف كنشكركم بزاف والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة